خصصنا هذه الفقرة لنتعرف حول كيف يمكن أن نقرأ القرآن بطريقة مختلفة في شهر رمضان ونستقرأ ما وراء الآيات ونفهم بطريقة مختلفة وبالتالي تكون حياتنا بالفعل منغميسة بكلام الله سبحانه وتعالى حديثنا سيكون مع الدكتورة المتخصصة بالفقه إسرائيل معاضيدي أهلا وسهلا بك دكتورة أهلا بيكم مبارك كيف الحال كيف رمضان معك؟ الحمد لله رمضان مبارك الحمد لله انتهى يعني ضيف سريع وانتهى الأسبوع الأول سبحان الله بالفعل ضيف سريع دوما طيب دكتورة دعينا نتحدث حول علاقتنا بالقرآن بداية ربما السؤال الذي يطرحه الجميع هل بالفعل يمكن أن نرمم علاقتنا بالقرآن الكريم بشهر رمضان المبارك مهما كانت بعيدة أو مهما كانت العلاقة فاترة بيننا وبين الله أو بيننا وبين كتابه؟ طبعا بداية حتى نجاوب على هذا السؤال إحنا إذا كنا مسلمين وعلاقتنا فاترة وتحتاج إلى ترميم المسلمون الأوائل ما كانت لهم علاقة أصلا كيف يعني؟ كفر مشركون لا يعرفون إلا الأصنام رممت كل حياتهم لم ترمم العلاقة بينهم وبين الله فقط وإنما رمت مجمل الحياة كل الحياة تغيير جذري في الحياة خلقيا تفكيريا اقتصاديا علاقات اجتماعية في البيت في كل شيء في كل شيء فإذا كان هذا القرآن قادر استطاع أن يرمم أن يعيد بناء حياة فأكيد قادر أن يرمم الفجوات التي حدثت بسبب هذه المشاغل أيضا من الأسئلة المطروحة دكتورة بالنسبة لإنسان مسلم عادي ربما معلوماته في الشريعة أو في الفقه الإسلامي معلومات يعني ضئيلة حسب حياته هل من الممكن بالفعل أن يفهم القرآن الكريم من جديد دون وسيط وأعني هنا الوسيط بمعنى كتب المفسرين مثلا أو حتى كلام العلماء وما إلى ذلك هل من الممكن أن يفتح الإنسان القرآن ويفهم بالفعل الآيات؟ الإشكال هنا أنه ليس القرآن هو الذي صعب على الأفهام وإنما المسلم هو الذي ابتعد عن اللغة حقيقة فما يستطيع الآن أن يرجع بمعلومات بسيطة عن اللغة يرجع ويفهم لكنه لو قرأ القرآن بقلبه ممكن أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوح لأن هذا القرآن سبحانه وتعالى وعد ولقد جسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بمعنى كل من يأتي إلى القرآن يفتحه يقرأه بقلب سليم بنية التواصل مع الله سبحانه وتعالى بنية ترميم العلاقة سبحانه وتعالى سيفتح له من الآفاق من غلق سابقا بسبب هذا البعد لكن طبعا أكيد يحتاج إلى أن يرجع إلى كتاب تفسير يرجع إلى كتب تدبر يقف وقفات متأملة يعني العلماء قبل كانوا يقولون دليل على أعظمة القرآن يقولون الآية قل هو الله أحد قل هو الله أحد لو قرأها إنسان عامي بسيط يفهم أن الله سبحانه وتعالى واحد وهو من يرجع إليه في كل شيء وهو كذا وهذه الآية نفسها هي ما كتبت عليها كتب ومجلدات بمعنى أن كل إنسان على قدر طاقته على قدر فهمه ممكن الله سبحانه وتعالى يفتح له بشرط أن يقرأ القرآن بقلبه لا بنظره جميل طيب دعينا نتحدث الآن بشكل تدريجي كيف نبدأ نفهم القرآن الكريم نعم ابتداء حتى نفهم القرآن المشكلة في تعاملنا مع القرآن إيش أنه إحنا ما فهمنا أن هذا القرآن كتاب للحياة بمعنى ينظم كل الحياة مثل ما نظم حياة المسلمين الأوائل يجب أن ينظم حياتنا نظرتنا للقرآن هو أنه هذا كتاب نتبرك به نقرأه في رمضان عندنا مريض نقرأه عليه هناك آيات للرزق هناك آيات لا أدري لماذا تقرأ وتنتهي العلاقة يعلق في المنزل للبركة نقرأه للتبرك نتبارى في عدد الختمات نتبارى في عدد القراءات والإجازات التي أحوزها وانتناسينا المهمة العظمى للقرآن هو تبيانا لكل شيء نسينا أن هذا القرآن ما نزل هكذا نزل حتى ينظم كل حياتنا في كل دقائق حياتنا وهذا هو الذي ينظم حياة المسلمين الأوال مسلمين كانوا عرب تتصارع على ناقة تتصارع على شيء بسيط كيف تحولوا إلى ناس بهذا؟ عرب كانت تتفاخر داس على طرف ثوبه قتله كيف أصبح إذا قال له يا ابن السوداء يضع وجهه في الأرض ويقول طأ وجهي كيف تحولت هذه النظرة؟ كيمياءهم تغيرت تغيرت كل النفسية لأن أدركوا أن هذا الكتاب هو للتغيير وليس للتبرك فلو عدنا الآن بهذه الفكرة وأخذنا أن القرآن هو هذا الكتاب العظيم لتغييرنا لتغيير أنفسنا حتما الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح حتما طيب هذه بالنسبة لفلسفة إعادة بناء العلاقة ما بيننا وبين القرآن دعينا نتحدث بشكل عملي كأيضا أعود وأذكر كإنسان مسلم بسيط يعني علمه الشرعي قليل مثلا أي نوع من التفاسير يمكن أن يبدأ مثلا بقراءتها كتفاسير مثلا تكون مبسطة قبل أن يبدأ بالتعمق بالتأمل بآيات الله سبحانه وتعالى يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمة على المسلمين أنه التفاسير موجودة بكثرة ومنها البسيط جدا ومنها الموسع ومنها اللي يأخذ تدبر ومنها ما يروي قصص ومنها في كتابها سير كثيرة لكنه ممكن أن ما موجود تحت يده زهرة التفاسير صفوة التفاسير تفسير الجلالين القرآن تدبر وعمل أشياء كثيرة كثيرة الآن موجودة في المكتبات هو ممكن أن يذهب إلى المكتب وممكن أن يطالع كتاب ويرى ما هو أقرب إلى نفسه شيء ثاني هذه من تيسير الله سبحانه وتعالى ممكن أنه على الهاتف بدل البرامج التي توضع للألعاب وكذا يضع برنامج بسيط للتفسير برنامج للقرآن وممكن عندما يقرأ الآية يقرأ معها التفسير هذا أكيد رح يفتعني بيكفي هذا الشيء طبعا لأنه القصد أنه بداية الخطوة يعني حضرتك ذكرتي أنه المسلم البسيط الذي لا علاقة له بالقرآن كيف تبدأ الخطوة الأولى هذا إنسان دخل إلى المدرسة في الصفو الأول الأساسي هذا ما يأخذ الاختلافات والكذا والقراءات لا هذا يأخذ المعاني كتاب في المعاني يوضح المعنى سبب النزول لأن سبب النزول ربط الآية بسبب نزولها مهم جدا حتى ندرك أبعادها كيف ننزلها ففضل الله سبحانه وتعالى التفسير موجودة وتنزيلها الآن على تحميلها على الجوالات جدا سهل وبدل أن تقضى الليالي على المسلسل وعلى كذا في تدبر آية يكفيه أن تدبر صورة تدبر جزء فقط يلاحظ مسائل فيها تكفي وتغني إن شاء الله هل بتفضلي دكتورة ختمة القرآن بشكل مكرر في رمضان أم لا الأولى والأفضل أنه بالفعل نقف عند الآيات ونتدبرها وهذا هو ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منا في شهر رمضان المبارك غاية القارئ إيش إذا كانت الغاية تحصيل الحسنات فإحنا نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل حرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فإذا قرأ ألف لام ميم أخذ ثلاثين حسنا حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أصحابه فسألهم أيكم يحب أن تكون له ناقة كوما يعني ناقة محملة إنسان جالس في بيته موارد قليلة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تكون لك ناقة والناقة كوما بمعنى مصدر رزق وتجارة وكذا فالصحابة كلنا يحب ذلك قال الآن غدوت إلى المسجد فتعلمت آية من كتاب الله فتلك ناقة وآيتان ناقتان وثلاث ثلاث وكل ما زدت زاد فإذا كنت أنت تبحث عن الأجر فأجر التدبر يزيد على أجر القراءة نعم وإذا كنت تبحث عن الفهم فأجر الفهم يزيد على أجر القراءة هذا لا يعني أنه لا أقرأ لا عندك مجال تقرأ أكثر من ختمة بها ونعمة ما عندك مجال اقتصر على ختمة مع التدبر جميل طيب ذكرت منذ قليل مجموعة من التفاسير أنا أحب أن تقي في معنى عند تفاسير أساسية يفضل إما تنزيلها على الجوال كما ذكرت أو اللابتوب أو إنها تكون موجودة في البيت وكل تفسير ما الذي أضافه صاحبه لفهم آيات الله لأنه سبحان الله كل تفسير بالفعل يعني ممكن نلاقي فيه إضافة مش موجودة في تفسير آخر يحلي لو رحنا على صفوة التفاسير يعني عليها رحمة الله الشيخنا الصابوني يتكلم عن الآية وسبب النزول والموضع البلاغي والتدبر في الزهرة في الجلالين يأتي حتى بالقصص أحيانا خاصة لأنهم صغار تستهويهم القصص يروي في الجلالين قصص ويأتي حتى من قصص طبعا كانت فيها شيء من الإسرائيليات الضبط يعني هاي معروف نعم معروف أن الجلالين فيه شيء من الإسرائيليات لكن هذا ينبه إلى أنه فيها من الإسرائيليات تفسير القرطبي تفسير رائع جدا لأنه يتكلم عن آية آية وعن المسائل الموجودة في الآيات كتاب الظلال الظلال شيء يعني من الروائع هذا للأديب هذا للأديب وسلسلة رسائل النور بالمناسبة في تركيا طبعا صاحبها تركي أو مؤلفها تركي توازي الظلال في العالم العالمي نعم الإشكال فيها أنه ترجمة من التركية إلى العربية هو الذي قلل من هذه الجمالية اللي موجودة يعني عندما تقرأين الظلال غير اللي تقرأي هذا هناك اللغة العربية المستعملة هنا مترجمة أنا مسألة يعني أحب أن أوصلها أنه القرآن فيه قيم لو التزمنا بهذه القيم هي اللي تغير حياتنا لو جئنا إلى مفاهيم الإسلام وحاولنا في كل ختمة نبحث عن قيمة في آيات الله ونثبتها في أنفسنا تفكير وعمل وتدبر نخرج من الختمة بفهم وبتثبيت وبعمل فيكون الأجر أكثر مثلا عندنا نبدأ بصورة البقرة ويبدأ هدى للمتقين أقف عند كلمة متقين أين جاءت التقوى سبحانه وتعالى ذكر المتقين أين ذكر التقوى ما هي التقوى ما هي معناها ما هي الألفاظ التي جاءت تشعر بالتقوى أحيانا لا يكون اللفظ صريح ولكن يشعر بالمراقبة يشعر بهناك رقيب يجب أن تتقيه إذا أخذ هذه المسألة يرجع إلى مسألة العبادة أعبدوه واتقوه إيش معنى العبادة هل هي العبادة طاعة مجرد هل هي العبادة مع مناقشة هل هي العبادة معنى العبادة العبادة هي كلمة بسيطة كمال الحب مع كمال الطاعة إذا أحببت الله سبحانه وتعالى تطيعه في كل ما تحب وتكره في كل ما تتصور أنه فيه ألم فيه مشقة عليك لكن تطيع لماذا لأنك تحب أما إذا أتيت إلى الطاعة المجردة وفهمت أن العبادة هي طاعة مجردة أحيانا تتذمر وأحيانا ما تبلغ بيك القوة إلى أن تنفذ ونرى هذا في الجزء الأول في سورة البقرة في قوم موسى عليه السلام قوم موسى عليه السلام فهموا العبادة هي طاعة شقت عليهم ولهذا ما ذكره في مجمل القرآن عندما تأتي يعني ذكر قوم سيدنا موسى دائما فيها اعتراض دائما مساءلة دائما لماذا دائما يعني تنفذ وما كانوا يفعلون يعني يفعلون وهم كارهون لماذا؟ لأن معنى العبادة أخلي من معنى الحب أصبح الطاعة هكذا يعني طاعة مغلوب على أمره يحاول دائما أن يتنصل من هذه الطاعة إذا أخذت هذه القيمة في رمضان وفهمت معنى العبادة هكذا ولاحظت الآيات التي تأتي فيها إن الله رحيم ودود أرحم الراحمين بكم محيط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يريد الله بكم اليسر أرى معاني محبة الله سبحانه وتعالى لي أرى قوة الله سبحانه وتعالى أرى العظمة هذه العظمة هذا الكون خالقه يستحق كل طاعة كل تقدير هذه المحبة التي يليني إياها الله سبحانه وتعالى يجب أن أقابلها بمحبة تثبت معاني الحب في قلبي إذا ثبتت معاني الحب في قلبي هان علي بعدها أن أطيع وهذا كان يذكرها الشيخ شعراوي عليه رحمة الله يقول المسلمون الأوائل عرفوا الخالق فهان عليهم تطبيق الأوامر وأخذنا الأوامر وما عرفنا الخالق بينما لو عرفنا الخالق وأحببنا الخالق وقدرنا الله حق قدره سنطيعه حق الطاعة وهذا هو المطلوب المطلوب أنه في رمضان تصعد عندي هذه الروحانية المطلوب في رمضان أنه قيم القرآن تصعد ترتفع الروحانية ترتفع الروحانية المطلوب منها إيش؟ الآن لو كل إنسان يسأل نفسه إيش المطلوب من الروحانية؟ الروحانية أضرب مثل يمكن كل الناس تعرفها لو وضعت إبريق الشاي على النار ورفعت النار إيش الغرض؟ يسخن الماء لو وضعت القدر على النار وفيه الطعام إيش الغاية؟ ينضج الطعام نرفع المعنويات نرفع الروحانيات لماذا؟ حتى تنضج العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى تنضج المحبة، تنضج المعرفة، تنضج العبادة إذا نضجت هذه العبادة برفع الروحانيات نحن نخرج من رمضان فائزين وإذا ما وصلنا إلى هذه إلى نضج العبادة نحن مغبونين الله يفتح عليك يا دكتور دائما إضافتك وفلسفتك حقيقة رائعة جدا بما أنك ذكرت الشيخ الشعراوي أيضا ننصح حقيقة للمتابعين بأن يتابعوا خواطر الشعراوي وهي من الخواطر الجميلة جدا في تفسير القرآن ميسرة وفي ذات الوقت فيها عمق حقيقة أنا أيضا أحب أن أعود لها دوما شكرا جزيلا المتخصصة بالفقه والتفسير بالنسبة للشعراوي الشيخ الشعراوي كلامه رائع جدا لكن الإشكال أنه يتكلم باللغة العامية فإذا قرأتها قد يصعب عليك لكن أنت عندك الجوال عندك الجهاز التلفزيون ممكن تذهب على اليوتيوب وخواطر الشعراوي في العامية المصرية بسيطة لكن ليست لكل الناس تفهمها يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يعيننا أنه ترتفع معنوياتنا ونتقرب بالعبادة لله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا دكتورة مرة أخرى